أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري يعزز ثقة في المصاري المتبع من جانب الدولة ويدفعها نحو استمرار السعي لإحراز نتائج أكبر وخلال استعراضه تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي أكد رئيس الوزراء أن المؤشرات والتوقعات الاقتصادية الصادرة عبر تقارير المؤسسات الدولية تعد مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة وكان التقرير الصادر عن البنك الدولي توقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى خمسة ونصف في المائة خلال العام المالي 2021-2022 وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغازة